خدف من الثالث خواص القوى في R أولا قوة جداء عددين حقيقيا تبخل عندي يا تاسع أيان كان A و B وأيان كان العضل الضرح الصحيح إن فإن قال A ضرب B و B N شوفوا رح وزع القوة عضل ضرب بتوزع القوة على A و B خد قاعدية تاسعة دائما وأبدا إذا كان عندك ضرب وعندك قوة أو جزر أو قيمة مطلقة قوة جزر قيمة مطلقة من وزع بتتذكروا أيما بالضرب وبالقسم طيب والجمع والضرح لو كان محل هالضرب جمع أبدا ما بصير وزع إذن وزعنا فهو A و N ضرب B و N طبعا إن ردنا نجيب هالطريق أو بهالطريق الحالتين صحيحة طيب أين كيف نستخدم حسب المثال تعال نشوف المثال مثلا 6 و N-4 ضرب 6 و 3 تبهل عندي أكتر من قصة أول شيء أول شيء الأس سالب الأس سالب كيف يساوي موجب بنزله للمقام تمام نزلت للمقام صار الأس موجب هلأ رح وزع الأس على الأول وعلى الثاني المثال الأول والثاني الع learners جزر الثلاثة يصير ويساوي لاحظ وزعت التربيع عجزر الثلاثة وعجزر الثمثة حسب قانوني طبعا هذا القانون كتير بهم إذن هون التربيع وزعته على الجزر الأول ثلاثة وجزر الثمثة أول وحده جزر مع التربيع بيروحه بيظل الثلاثة وجزر مع التربيع بالخمثة بيروح بيظل خمثة ثلاثة ضرب خمسة والجواب واحدة خمسة عشر تماما صحيح تعالوا ناخد مثال تاني مثلا مثلا ثلاثة قوة تماني ضرب واحد على ستة قوة تماني لاحظوا لاحظوا شغليات تاسعة القس هون تماني وهون تماني الأساس مختلف وحدة ثلاثة وحدة ستس بس القس نفسه قال بحطهم اثنيناتهم ضمن القس اني نفسه إذا مرة بيكون معك رح يطلع بقوانين القوى مرة القس نفسه مرة الأساس نفسه فهون القس نفسه الأساس مختلف بضرب ثلاثة ضرب واحد قوة ستة تماما قوة تماني لاحظوا عندي اختزال اللي ثلاثة مع ستة بتروح ثلاثة مع ستة بتروح وبيضل عندي مختزلة بضل عندي نص مص قوة شقات قوة تماني نص قوة قفن تماني مو ثلاثة تماني هاي كتبتها بقى بسطورة بتريدو هيك تنكتيب صح بتريدو بنكتبها كمان واحد اثنين قوة تماني كمان صحيحة كمان صحيحة واحد اثنين قوة ثلاثة ما في داعي نحسبه لو كان اثنين قوة ثلاثة مثلا منحسبها اثنين قوة ثلاثة منحسبها اثنين قوة اربعة بتحسبه وحسب الطلب بس نحن عم نحاول نطبيق هلأ قانونة تطبيق كمان تطبيق تدبهوا لعنده اكتب اي و بي سي تدبهوا على السؤال ما عمل لك اختزل بابسط شكل لا عمل لك عشكل قوي يعني بدي قس واساس تحط اللي تمام لاحظ الاساس هون يختلف عم بضرب عددين ببعض الجزر ثلاثة هون اثنين جزر ثلاثة الاساس يختلف والقس نفسه طيب بضربهم مع بعضهم بحطهم تحت قس نفسه حطيتهم جزر ثلاثة هلأ بقى بضرب ضرب اثنين جزر ثلاثة قوة قوة خمسة نحن نغير اللون هلأ بضرب جزر ثلاثة بجزر ثلاثة تعلمناها جزر الاكس بجزر الاكس اكس وانجواب ثلاثة ثلاثة باثنين ستة إذن ستة قوة خمسة بس رد مناخد مثال ثاني يرحلو بتفتح شكل قوة بأبسط شكل شوفه قس وأساس هاي هي القوة ما في داعي يحسبها ما في داعي يضرب ستة بنفسها بس برد لا خلاص واقف هون جزر اثنين ضرب قوة 12 لاحظ القس 12 والتاني بعد التاني اللي عم بضربه كمان نفس القس 12 حط العددين وبرفعه للقس جزر اثنين ضرب جزر اثنين على اثنين هلأ بضرب الجزر اثنين شو ما قامه واحد وضرب جزر اثنين بجزر اثنين البص بالبص وثنين تمام إذن جزر اثنين بجزر اثنين ثنين ثنين وواحد بثنين ثنين ثنين على ثنين واحد تمام ثنين على ثنين واحد قوي قوي 12 راح ضبط الواحد احساب ثنين احساب من هيك نمح اللي وشو قوة 12 هلأ قوة 2 على 2 واحد كتبتها لاحظين واحد قوة 12 واحد واثناش تساوي الواحد بس هني بدي ايها شكل قوة خليها واحد واثناش تبهام يا تاسع ان شاء الله يكون صار لأمور سهلة بي قوة 4 ضرب جزر 2 على بي لاحظ القوة 4 هون واربع هون وارفعون جزر 2 على بي على قلبي هون مقامة واحد يمكنني اختزيل بروح بي من الاول مع بي بالتاني يصير جزر 2 وي 4 الجزر مع الاربع بيش طرق يصير 2 مربع ما في داعي كتبت تساوي الاربع لان هني قالوا لعشكل قوة وهو وهو المفروض اذا هذا القانون الاول من خواص القوة اللي اتربنا عليه ثانيا جزاء قوتين اللي هما الاساس زادوا تبهوا اللي عندي يا تاسع ايا كان العدد الحقيقي اي وايا كان العبدان الصحيحيان ان وام هلا عبدو ضرب اي قوي ان ضرب اي قوي ان وليساوي اي قوي ان زائد ام اي قوي ان زائد ام بسميض ضرب القوة جمع الاسس ضرب القوة جمع الاسس ناخد مثال تطبيع الحكينا اكتب كل مما يلي على شكل قوي اساسها عدد حقيقي ثلاثة او خمسة ضرب ثلاثة او اربعة لاحظوا قبل شوي كنت عبركز إلك القس ذاته اربعة اربعة لأ هون الاساس ذاته لاحظ الاسس يختلف برة خمسة مرة اربعة ولكن هون الاساس ذاته ضرب الهون القوة جمع الاسس ثلاثة او خمسة زائد اربعة والجواب ثلاثة او تسعة بس خلي يا هيك عشك قوي عدد حقيقي اساسه كمان جزره 3 أوه ناقص 5 بذي من ناقص من هنا نضع في جزره 3 طيب لاحظوا الأساس الأول جزره 3 العدد الأول أوه تو ناقص 5 العدد الثاني ما له قوي هي اللي بدك تقول لي قوته نصف أمام بس سويفي نحن ناقطه العدد كله جزره 3 لأنه لاحظوا بالدحاب تضع لأتاسي ذاته شو قوته هذا لو ما له قوي القوي واحد إنه يدّmême ما له قوي القوي واحد ويساوي جزر ثلاثة ويناقص خمسة زائد واحد ضرب القوة جمع الأسس ناقص خمسة زائد واحد والجواب ناقص أربعة ناقص أربعة هلأ في عدي طرق أنه كيف بدي يخفف منه نركزه بما أنه الأس سالب حتى بهاي طريقة الأس سالب رح نزلوا على المقام يصير أسة موجب الجزر بيقسم القوة بيشترى بالنف بيصير واحد على ثلاثة الجزر مع القوة راح ضل ثلاثة تربية واحد ثلاثة تربية ويساوي واحد ثلاثة واحد ثلاثة تربية ويساوي واحد على تسعة وانتو بأنه على شكل قوي عدد حقيقي فنحن رح نكتبها هيك واحد ثلاثة وكله ثلاثة قوي تربية هيك أصبط شي القتابي حتى لو حطيتوا واحد جزر ثلاثة قوي أربعة بيصير بس لا أبسط شيء واحد ثلاثة قوي تربية حتى لو حطيتوا واحد ثلاثة قوي واحد صارت على شكل قوي تمام؟ قوي واحد رح أكتبه بلون أسود الواحد ونحليتها واحد ثلاثة قوي تربية كمان نصح تمام آخر مثال لاحظوا الأساس جزر ثنينة خمسة وهون الأساس ذاته الأس ثلاث ضرب القوة جمع الأس سبعة ناقص خمسة سبعة ناقص خمسة تنين جزر ثنين سبعة ناقص خمسة تنين عفوا سبعة ناقص خمسة منا ثنين الجزر مع التربيع بيروح ثنين قوي خمسة بتحبوا تخليه ثنين قوي خمسة وتحبوا تحط له قوي واحد حتى بلونا تتبوه على شكل قوي أساسها تتحقيقية تمام هيك بيكون انتهى لقانون الثاني في خواص القوة روح القانون الثالث وهو قوة قوة لعدد حقيقي إنه M قال A و N و M قوة قوة قال يساوي A و N ب M لاحظوا ضربت N ضربت بمين ب M رح ناخد أمثلة على هذا القانون خليكم معي يا تاسع اكتب كل مما ياتي على شكل قوة أساسها عدد طبيعي تتبحته؟ أول بحدي أساسه تبهله أساسه عدد طبيعي تمام؟ ما بدي عدد حقيقي الأساس الأساس عدد طبيعي كيف يعني عدد طبيعي اللي خمسة ستة ثلاثة اتنين واحد ما بدي يا نص أو جزر الخمسة طيب بدي طبيق قانوني بدي أضرب ناقص ثلاثة يناقص أربعة والجواب ناقص من ناقص زائد ثلاثة بأربعة ثلاثة جزر الخمسة هو اثناش حسب أين قانون هلأ تعالى نعيده A و N و كله و M الطبيعي هذا القانون شو إنه يساوي يساوي A على الأول تكتبو لي القوانين كلها ورقة وحدة تبدو في تطبيق و N B M عم نضربه نبعضه قوة قوة هلأ الجزر و أخوته زوجي بيشتروا بالنص بصير خمسة و ستة تمام ألاحظوا الأساس عدد طبيعي تمام شغلنا خلاص ما حكوا شي على الأوس بس الأساس بدون يعد الطبيعي كمان جزر الخمسة جزر ثلاثة و خمسة و داقص ستة بنضرب خمسة بيناقص ستة خمسة بستة ثلاثين و موجب بالسالب سالب إذن جزر ثلاثة و يناقص ثلاثين تمام هلأ بإمكاننا الطريق التالي نكتبعه أنا بيبقى أنه أسه عدد سالب نزلته للمقام تمام الجزر مع القول بيقسمه بالنص بصير واحعة ثلاثة و خمسة عشر بس ما بصير أكتبه واحعة ثلاثة هيك اكتبه واحعة ثلاثة و كل خمسة عشر صار للأساس عدد حقيقي و ليس عدد طبيعي ما بين أبيل أنا بدي الأساسي عدد طبيعي و رح طالع الخمسة عشر لفوق تمام هيك مو مقبول هيك غلط ما بدي أنا بدي أساسي عدد طبيعي طالعه ثلاثة لفوق صار ثلاثة و يناقص خمسة عشر لاحظوا الأساس عدد طبيعي كان بإمكاني من هون فورا نقول لكم الجزر بيصير كمان يقسم القوي ففورا جزر نص ثلاثين ناقص خمسة عشر فورا بيصير ما في داعي نطوي للطريقة لا الأسهلكم نتبعوا كمان ناقص جزر ثلاثة و ثلاثين تقولي لهون في هذا الناقص عملنا مشكلة أول شي الناقص بره التكعيبها بره التكعيب شوفو ولكن الثلاثين بيأثر عليهم الثلاثين زوجة تمام فبصير السالب بيصير موجب وبعدين بضرب الثلاثين بثلاثين إذا جزر إيداعش صار عدد موجب تمام هلا بنساوي الموجب أو فورا نساوي الموجب ما في داعي نستنى ما جزر إيداعش صار زائد جزر إيداعش وجزر إيداعش ثلاثة باثنين ستة ثلاثة بثلاثة تسعة سفتاوة تسعيب الجزر يقسم الجزر يقسم القوي والجواب إيداعش قوي ثمانو أربعين لاحظو الأساس عدد موجب مثل ما طلب تمام قوي تناتج قسمة لعدد حقيقي على عدد خدقيقي مغايل للصفر آ على بي قوي أنا قد نالكم نوزع القوي في الضرب والقسمي فهون القوي بإمكاني وزعه في الضرب والقسمي وتعلن طبي أمس لي عن ما سبق اكتب العدد التالي على شكل قوي أساس عدد نسبي عدد نسبي معناته ما بدي جزور تمام اكتبوا أول شي مثل ما مكتوب جزر الثنين على جزر الإيداعش قوي ستة بدي وزع الستة رح وزع الستة على البسط وعالمقام تصير اثنين على إيداعش أفن جزر اثنين على جزر الإيداعش والستة وزعتها هلأ الجزر مع القوي هذا الجزر والقوي بيقسمها بالنص الجزر بيشتر إنها لكون القوي تصير اثنين تكعيب على إيداعش تكعيب تمام هلأ أنا على شكل القوي أساسها عدد نسبي يعني مسموح يكون كسر فهون لحظه قوي ثلاثي وهي قوي ثلاثي بإمكاني يحطها للكسر كله إذا مصير اثنين على إيداعش قوي ثلاثي صار عندي قوي لحظه الأساس أساس وعدد النسبي مثل ما مطلبين ما بصير خليه جزر اثنين لأنه جزر اثنين صار عدد حقيقي وأنا ما بدي عدد حقيقي بدي عدد نسبي أي لا يحوي عجزور تحقق من فهمك صفحة سبحة وخمسين قال هل يكتب العدد اثنين جزر اثنين على شكل قوي أساسها جزر اثنين وأسها ثلاثي تعال نكتب جزر اثنين ويتكعيف شو يساوي يساوي جزر اثنين بجزر اثنين بجزر اثنين جزر اثنين بجزر اثنين أو دي الاثنين أول اثنين هو يساوي اثنين طمام يكتب إذا نجواب اثنين جزر اثنين صحيحة هاي كيف تيجي هاي بتيجي اختياري بيعطوك هذا الايجابي بيعطوك عدة ايجابات غيرة وانتي بتكت تختار اسئلة مكررة ترى هاي في اسئلة الدورات حاول انت حلح اوجد نادج ما يلي بابسط صورة ممكن تدريبات لاحظوا لاحظوا الاوتس نفسهم والاساس مختلف فبضربون اثنيناتهم جزر الستي في جزر الارمع وعشرين محط ويناقص ثلاثي ويناقص ثلاثي ست ضرب اربعة وعشرين قداما عندي الطرو انا ازارت حطهم اثنينة تحت الجزر واحد بيصير ثلاثي ضرب اربعة وعشرين ست باربعة مي واربعة واربعين تعلمنا جزر المي واربعة واربعين هي اتناش اذا اتناش ويناقص ثلاثي اي اقصد شكل ممكن كان بيبكاني من هو ما اضربون ببعضهم والجزر الستي جزر الاربع وعشرين ضرب جزر الاربع وعشرين الاربع وعشرين هي ستة باربعة فاكتبت جزر الستي ده الاربع وعشرين بجزر الاربع هلأ ايها تاسع وهاي كلها قوي ناقص ثلاثي اكيد تمام يعني اذا ما بدأ اتبع هاي الطريقة تمام ما في بش في اي طريقة بتفضلوها انه ما تضرب عالفكرة انا فضل انه ما نضرب انه فورا نحلل فجزر الستي بجزر الستي وطبعا ناقص ثلاثي ما ننساها جزر الستي بجزر الستي الستي طرد جزر الاربع وعشرين شفتو الستي ضرب اتنين اثناش قوي اه الستثلاثي كمان صحيح ما قالوا للقوية بدأ تكون القس موجب او القس ثاني هاي ابس الصورة لا حبيت تعمل القس موجب تمزل اثناش عالمقام نشاط اكتب ما يليعشك القوة اساسها سبعة لبي هي بي على السبعة بدأ سوية سبعة لبي اساسها سبعة لبي جميل بيبدأ اساسها كان بي على سبعة تمام اول شي قوة قوة فانا رح اضرب ثلاثي ضرب ناقص نين ثلاثي بي ناقص نين ناقص ستين صارت بي على سبعة قوي ناقص ستين يا تاسع تبه لعندي يا ابني انا لما بقلك اي قوي ناقص ان بتقلي يساوي واحد على اي قوي ن ايش بتكون عملت بتكون كالتالي قلبت اخدت مقلوب الاي هي واحد على اي بحطيت الان تحت عند الاي بيمكان يحط الان كله بيمكان هيك حط يعني وكأني انا قلبت الاي اذا عدد سالب فانا بي على سبعة قصة ناقص ستين لانو القصة اللي بنا بدي اقلبها تصير سبعة لبي قص ستين طبش لو صار الزائد ستين قلبت لاحظوا بي على سبعة غير سبعة لبي مقلوبة وغيرت اشارة ناقص ستين صار الزائد ستين زائد ستين حلو التمرين هاو الانتحول صفحة تلاتة وعش ستين اختصر كل مما يلي نكتب اول تمرين ثلاثين طبعا انت انتك تختار الطريقة الانسب ادي الطرق في ثلاثة بي على خمسطعش بي قوي سبعة آه قوي سبعة اروح ارفعوا كل القوي سبعة ثلاثة بي على خمسطعش بي قوي سبعة لاحظوا البي مع البي بنختصرة وثلاثة مع خمسطعش كمان بنختصرة ضلوحة لسلاثة بي على خمسة خمسة بي سبعة أو خمسة بينا سبعة لا هيك واحة خمسة وي سبعة البعدة كمان نفس الشي بحطة كلها قوي خمسة جزر الاربطاعش اجزر ثمانة وعشرين مو بس رفعت على قوي خمسة لاحظوا كمان رفعت الجزر من البص والمقاب هلأ بيقتصر اربطاعش مع الثمانة وعشرين سنف الاربطاعش نص 28 بدي اختصره اكتر ما في مش ليس الجزر والقوة الفردي بساوية قوة زوجي وبضربه بجزر النص ما بيقسمها الجزر ما بيقسم القوة الفردي فراح تصير جزر النص قوة اربعة اصار بجزر النص تعلمناها هاي بدرس الجزر تقول لك اذا القوة فردي عملها زوجي نقص بالنواحي وحطه جنبها الآن الجزر مع الاربعة بيشطره يصير نص قوة اربعة تمام نص قوة اربعة قوة اتنين ربيع البسط واحد مربع الاتنين اربعة يصير واحي على اربعة وجزر الواحي واحي وجزر اتنين جزر اتنين فصارت واحي على اربعة بجزر الاتنين هاي ابسط شكل منظر اللي بنشتغل فيها لبابا نغضي بإمكاني تخلص كمان بالجزر اللي بالمقام اضرب البسط والمقام بجزر الاتنين تمام بسصير جزر اتنين على جزر اتنين بجزر اتنين اتنين بأربعة اتنين جزر اتنين اتنين بأربعة اتنين هاي كصارت ابسط شكل عندي الواجب حاول ان تحل صفحة خمسة وستين اربعة وستين خمسة وستين اسئلت الوحدي كتاب حصطنا في نهاية هذا الدرس نكون قد انتهينا للوحدة السالسي في كتاب الجبر وتعد من اهم الوحدات لانها تحوي جزور وقوة وقيمة مطلقة في الدرس القادم ان شاء الله سنكمل في حال تمدينات الوحدي بإذن الله جزاكم الله خير ودمتم بخير